أعلنت مؤسسة أمريكية للعمل الخيري أنها تقوم بتحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص هذا وأضافت المؤسسة أن أول شحنة مرسلة القطاع ستكون عبر ممر بحري تأمل المفاوضات الأوروبية في فتحه في نهاية الإسبوع الجاري ورست سفينة أوبين أرمز التي ترفع العلم الإسباني قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارينكا في جنوب قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبية إلى قطاع غزة وكتبت منظمة أوبين أرمز على منصة أكس أن سفينتهم تستعد للمغادرة محملة بأطنان من الغداء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين